اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه المدة لا زالت حقائق كثيرة طي نسيان سنحاول ان نقف على بعض ما تبقى من اثار نوفمبر 54 رفقة بعض ممن صنعوا هذا الحدث التاريخي الذي غير مسار المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي من غير المنصف حصر بطولات الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي بحيز مكاني ولا حتى زماني اقتران انبلاع ثورة التحريرية بالفاتح نوفمبر 1954 حقيقة وفي منطقة الاوراس كذلك لان اللمسات الاخيرة لانطلاقها ارتبطت ايضا بلجنة الستة التي اجتمعت في الثالث والعشرين اكتوبر 1954 وخلصت حينها الى توسيع وتحديد المهام على خمس مناطق جغرافية على رأس كل منطقة قائد الوقوف على اثار نوفمبر في ذكره الستين تطلب منا شد الرحال الى شرق البلاد كعينة لكفاح الشعب الجزائري طيلة الثورة التحريرية وليس اقصاء لباقي جهات الوطن فابناؤها دونوا تضحياتهم باحرف من ذهب في سجلات التاريخ لا ينكر احدا ان القرى البعيدة والجبلية هي من اذاقت المستعمر الفرنسي شرصة مقاومة المجهدين الجزائريين كما هو الحال بالنسبة لقرية كيمل او المنطقة المحررة الواقعة على الحدود مع ولايتي بسكرة وخشلة الوصول الى كيمل ليس سهلا ولان المنطقة تركت على حالها منذ ان دمرتها الطائرات الفرنسية ارتأى اهلها ان يقفوا على اثار ماضيهم الحقيقي وليس الوقوفة امام المعلم الذي شيد على بعد ثلاثين كيلومتر من المكان الحقيقي ايش محروق هذهك ادار ايش مالك هذهك اهنان وصاب ومبوليت عشي هنا عندنا نهار سنتعش عشي عندنا اهنان واختب علينا مع سي عثمان معه بن زحاف مع أخي مابوس كريم مقولوش إنه بتاريخي تعدى رجمانك وعليه معهم عجول معهم من الصبو ستة يالها الله محمد رسول الله واحدة معها من الصبو مفلعيف يقولوا له علي تشهد حتوى معها بعد يقولوا له علي شو اللي هنا في هالفلاسة بعدها هالفلاسة كما تقول هاي الصوية اللي هي هاي الدسرة المجاهد لخضر أصيفي ولأول مرة يروي بعض الجوانب متعلقة بالتحضير لاندلاع الثورة التحريرية من هذه المنطقة وهذا المشته هذي كلها ما لها منظلين داخلين مع مصفان بولعيد ومع جمعاء في السياسة وكانوا جمعاء بن عودة وبن طوبال وبيطاط الله يرحموا وحباشي اللي مات هاللياما كل كانوا هاربين من الاستعمار وبعثهم سيم صفيجة يجوا لهنا همت ومداري اللهم كاردان تيت يدارها لهم سيم حمود بن عكشة فاريس وكانوا يدوروا في الجهة هذي ويخدموا في الناس يوجهوا وينعتوا وكذا ويرشدوا الناس اه الاستعمار على بالو بالمشته هذي راه هي كما يقولوه ما بيبية كاملة تدربوا هنا تدربوا في الجبل كما جينا تدربوا في كل بلاصة همت وعطاها معاما رسيل مصطفى قالوا مش شارعوا السلاح وهذا الجهة كامل شارعوا السلاح ليلة الثورة كلها راحوا ومن هنا من السلحين بسلاح فرنسيس ستاعش نوفامبر جاوا على الجيمعة اللي كنا فيه ربعة وخمسين ربعة وخمسين بدأوا وشعلوا هذيك وجملوه جاء العسكر قوة جاءوا على الأحجر هذيك وجاءوا هكذا وجاءوا من هيه قطعوا على واحد البلاصة نقولوا لها ميلو فيها ديار ولمشته هذي كامل شعلوها عقبوا للدشرة كي عقبوا للدشرة ووصلوا للدشرة دوماندوا الطيارات جاءوا قمبلوا الدشرة بعد اللي راحوا الطيارات قمبلوا الدشرة دخل العسكر موسيقى موسيقى لهذا المكان قصة مثيرة مع الثورة ولأبنائها المهجرين منذ نوفمبر أربعة وخمسين تسعمائة وألف ذكريات كادوا أن ينسوها بعد أن أقصيت بلدتهم من قصص التاريخ كما يقولون موسيقى هذا هو مقر قيادة الثورة للمنطقة التاريخية الأولى هنا قد عديد الشخصيات الثورية سنوات فرارهم منذ انكشاف أمر المنظمة السرية إلى غاية اندلاع ثورة التحريرية موسيقى ودار الخضر وصيفي مع بعضهم موسيقى جاءت دارت الديناميت داخل الدشرة وزيت ضربتها بالطيارة لكي تفجرت وتحرقت وهذا الأثار متاعها لا ننسوها فرنسا لديها إدارة والإدارة الجزائريين كيف يقولون القايد والشامبيت والوقاف وكذا هو اللي عنده الإحصائيات متاع الجوسسة يعرف شكل اللي يرهم في البيبيا وشكل اللي يرهم في الحزب الشعب وكذا كي تطور ثورة بطبيعة الحال راح يرندر قونت للفرنسا الزينة باش ترتاكب الجريم اللي هي رتاكبتها إذن هذا المشتة ربما كين عدد كبير منها اللي هو نضم في السياسة ثم ليلة 54 ثبتها لإدارة الجزائري الموجودة دوار كيمل أعطيت المعطيات هكذا الكين من الحمام 400 وربما من هذه تمسخت 120 إذن جات فرنسا خصيصا تحرق هذه المشتتين يعني مشتة الحمام ثم من يساندها أو من كان بجمهة هي تمسخت كنا عايشين هنا هذه القلعة هذه فيها 300 دار وما يزيد على التروازية 11 لكن أنا كنت صغير تظهر لي العاصمة تظهر لي باب الواد تظهر لي زيوتيوس في ذلك الوقت اليوم هنا هي أطلال خلتها أطلال فرنسا لا لي شيء إلا لأن هذه السكون هذه المنطقة وكل شاركه في ثورة التحرير نحن شزائريين من كوبين أرضنا حرقت آباءنا توفوا شو هذا نريدوا طريقا نريدوا معلما تاريخيا على الأقل للزوار على الأقل للذكرى والذكرى ناقوس ونيدقوا في عالم النسيان فنحن نسينا ابنائنا ما يعرفوها شطول نحبين يعرفوها إن شاء الله ويعرفوها الأجيال القادمة بالله هؤلاء هم من فجروا ثورة التحرير ما نشاركوا مع إخوانهم المجاهدين على مستوى الوطن نحن نفتخر بأبطننا نفتخر بأبطننا على مستوى الوطن ما هو الشغير على القرية هذه على مستوى الوطن وما نندموش أبدا ولا نندم رغم الحرمان ورغم كذا ولكن دائما نعيش نعيش على ذكر الجهاد على ذكر تحطيم الاستعمار هذا فخر لنا ولكن الشي اللي نسألوه لماذا؟ لماذا نسونا؟ علاش نسونا؟ وإلا يحبوا ينسونا في تاريخنا نحن نطالب هذا التاريخ هذا يجب أن يظهر للجزائرين كل يظهر للجزائرين وزوروا المنطقة الجزائرين كل إذا توفرت لهم الطريق وتوفر لهم الإمكانيات دشرة ولاد موسى والاستراتيجية موقعها بمنطقة أشمول بأعلى الأوراس كانت محطة تزويد الأفواج التي وزعها قائد الولاية التاريخية الأولى مصطفى بن بلعيد بالأسلحة للقيام بعمليات جهادية ضد مراكز العدو إيذانا باندلاع طورة نوفمبر المجيدة هذا هو المكان اللي انطلقت منه الطراب انطلقوا منه هذا سعى قتل كل جروبات كل جروب رعبة في جهة أطلعهم نصفى وين يتجوا هذا سعى بدات الطراب اليوم اليوم تحول المكان إلى متحف تاريخي نموذجي يضم تفاصيل حكاية نوفمبر بدقة ويحفظ ذاكرة من مروا من هنا على غرار المجاهد محمد الثامنة الذي لم يكن من رعيل نوفمبر اربعة وخمسين مجندا لكنه التحق بصفوف جيش التحرير مطلع العام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين وكل فاحينها بالكتابة العامة بعد التحضير وبعد تخزين السلاح والتحضير المجموعة لان استدعاه على طريق المسؤولين كل واحد بعتلوه كل مسؤول قام جبل فوج انتعو واللهناي في هذا المكان هذا بديش شرط ويد موسى مختاش وش من النهار؟ هما بدوا المجموعات من 28 و 20 اكتوبر بدوا يلاحقوا لهنا؟ بدوا يلاحقوا على خطرش اللي يدخل لهناي ما يخرجش لان لما كان هذا كتشوف فولد وازو كات كيلومتر من الاريس لانا مكشوف باش يراقبوا يعني التحركات على العدو والتحركات انتاع المخابرات لانها في هذك الوقت كان مديرين حجز في وسط الاريس وكان قرد موبيل انتاع فرنسا وكان من قبل كان الهنا من سنة 52 وهو اللهم ملا المكان هذا قريب للاريس ما يشكوش فيه هذا استراتيجي ليدارها من بولعي بعد كي استدعى الافواج كانوا افواج اللي باش مشوا داول قطع انتاعهم قطع السلاح انتاع اللي باش يديروا عملية في بسكران مشوا نهارة 29 وانه وعباس لغروض داحتوا سلاح انتاعوا افواج انتاعوا المهم من 28 اللي كانوا بعاد كلهم داول السلاح انتاعوا ومشوا باش يديروا العملية العملية تنطلق ليلة نوفمبر 54 وهذا هو الامر اللي اعطاها سيمسطور ومبولايد كل فوج كان محضر ندرب على السلاح الحربي ويبعث لهم وما قال لهم شبالي راهي كاينة ثورة ثورة راهي علنا عليها في المكان اللي يقولوا القرين هذا القرين هذا ثم اللي داروا البيان اول مبوامبر والنظام الداخلي ثم اللي داروه اجتمع مع القادة برخم ثم قال لهم باللي راهي تكون ثورة من ثمانية اكتبرا هما بدأوا بدأوا تشت الأخيرة تشت الأخيرة بعد الأفواج قد تكون هذه الفرصة الأخيرة التي تفتح فيها صفحات التاريخ من قبل من عايش الأحداث لأنهم يرحلون في صمت انتباعاً فيما تبقى هذه الحجارة صامدة شاهدة على من مروا من هنا دار عبدالله بن مسعودة التي احتضنت اجتماع القرين وتم خلاله نسخ بيان أول نوفمبر كما أعلن يومها مصطفى بن بولعيد عن تاريخ اندلاع الثورة المسلحة والأهداف المحددة للهجوم كيف بدأوا يجتمعوا هنا؟ كان سيد مصطفى بن بولعيد الله يرحمه وكان سيد طالب هذا الهشم الحب الدين أنا كبرت كن قدر شوية في الهضرة وكان مصطفى قدع يا سيد مرحم الدين طهربوا السنان هنا اجتمعوا هاي اجتمعوا هنا هنا اللي يكتبوا البيان تاع أول نوفم هنا بدأوا يجندوا في الغشق يديروا المناظلين ويديروا حشكة الناس اللي وسبلين والمجاهبين ايه اذاك هو يديروا مال القش وحده ومال الزرع وحده ومال المال وحده ها خلاص وليل المسلح وحده ها لي المسلح هذه السلحة يجيبوهنا الناس الضباط كما بن سعد عبد الله كما سعد طهرب النوشي كما طهربوا السنان هذو كما اللي مسكبوا بالسلح ولمرة اللولة الليلة اللولة فرقوا السلح هنا قبل أول نوفم قبل قبل بش حال هكذا؟ واحد اسمانة بروح نوريلك الكزمة وين يدخلوا وثاني حق الله ورسول الله هذي الكزمة الحاج؟ هذي هي الكزمة يدخلوا فيها هذي در هذي ظلمة ويدخلوا المجهدين الداخل؟ هذي دخلوه تروح بعيد هذي ما شغل هنا؟ ما تروح بعيدة تحز عشرين ثلاثين ترس هلا ما؟ بش يقدرو يهربوه؟ هي ما يهربوش يقعدوا مخبيين الداخل؟ ها يبقى مخبيين الداخل تيروح العسكر خلاص؟ يعودوا يخرجوا منا؟ آه عادوا يخرجوا إذا يحلوا عليهم يخرجوا وأنت تخبيت فيها ديجة الحاجة؟ هي تخبيت فيها دنكر صناعة الأسلحة وصيانتها قبل وإبان ثورة التحريرية مهنة ارتبطت باسم المجاهد الراحل لند صالح أول صانع للأسلحة الجزائرية أو كما يلقبه البعض بمدوخ المستعمر الفرنسي لأنه تفنن في تطوير الأسلحة التقليدية التي بدأ بها المجاهدون عملهم المسلح كما أنه قام بصنع قطع سلاح أصيلة من نوع رشاش حملت بصمة جزائرية المجاهدة حيزية مجار أرملة الراحل صالح أدلندي كانت له نعم الرفيق أثناء الثورة وبعدها فهي اليوم تحفظ حرفته وتعلمها للأجيال موسيقى 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 ما يقوله che non hai non hai ma elimizin ثلاثين ساكسيون يعسوا عليه سمعت تحترر لم يخلش مسكين لكن يخل شوية في النهار بلا جمال يجي حدايا قبل الثورة اللي يبنينا احنا معاقلين بالقاسم هو اللي اول هو اللي يتصل بينا واحد ما عرف هذا الخدمة من غير دلندي صالح أول قطعة جابها له جابها له في سنة ثلاثة وخمسين من بعد كي تكروا تكروا يجيب له السلاح من منطقة القاباية اللي يجيب له من الشمال قصنطيني يجيب له السلاح يخدم له في السرية ويروحوا الى ان اندلعت الثورة سنة ثلاثة وخمسين وفي كتاه هذيك الساعة بن بول عيد في كتاه ضواحي مسيلة هو والوالدة كان يخدم في الثورة السلاح تعال مجادين المقصر كي ما يكونش عنده الخدمة يخدم لمات يخدمها مصنع محل جزائري تعيده مئة في المئة ويدير لزيني سيالتاعو دال صاد في لي كانو كل قطعة يخدمها يكتب لي زيني سيالتاعو سبع سلين وحنا في الجباد حتانو خرجناو كل في جيه تمثيلة من هي لو كارغاي كلنا اللي هنا في بلادنا نعليش في جيه تمثيلة كلنا نحاربونا ضربو فستعمار في الليل في النهار في المسيرة نتاعو الثورية أخدم 1175 قطعة سلاح رشاش صانع محل جزائري مئة في المئة تعيده كي تحكم الدوه المعتقل قاعد بثم كثة حوالي ست شهر أو سبعة شهر بعد دامكن من الفرار وهرب معه 74 مجاهد هكا حكا هالي من فمهو المهنة هذه ما زلنا بفضل يعني الشايب عندنا زوج خاوتي معوقين ما يسمعوش ما يهدروش ما لعلمهم واحد عنده ثلاثين سنة خبرة واحد أربعون سنة خبرة علمهم في المهنة هذه ويتقنها أحسن إتقال موسيقى يعطي صاحة البن شنوف اللي ما يجيه هالخوف كي طياحة صفوف صفوف هالي وليدة شاوية موسيقى وهذا الغناية كي نغنيوهم إي é خرجوا الساكسي ونقل اللي يتفرجوا فينا لش نعطيها ولهم مستجاعة بش يفرحوا أوقول لها هام سيوجد منrar الجزائيل يخدموا على بلادهم يوسفرحوهم و estatلمهم ظرفوا اي هؤلاء اتمنىennen هم أطلبوا بالبارث ونحن نتفجد صغيري ببلدية وادي الطاقة في باتنة يمتهن محمد لندي حرفة صيانة الأسلحة التي تعلمها على يد شقيقه صالح أيضا بالرغم من صغر سنه أثناء الثورة إلا أنه ساهم في مساعدة المجاهدين من محله هذا بعد أن التحق شقيقه بمراكز الجبهة في الجبال خدمتي هذه هي من حيث بدأت طرح تنها أنت كنت تخدم مع الثورة بصحة متخفي هي متخفي ممنوعها لو كان يحكموك على حديد أكيمة هذه والله ما عاجت تظهر صح ما يحكموني وش ما يقدروني وكيف بدأت الطورة؟ إشحال من سلاحة خدمتوا أنت المجاهدين؟ أنا خدمت واحدة ستمائة وأخويا الله يرحمه خدمة ستاشمائة ستمائة قطعة سلاحة؟ إيه هذو ما كانوا أبو نصمار بكري والجيش ما عندوش سلاح مهوش متوفرين بالسلاح ويجيب السلاح متاع أبو نصمار متاع بكري متاع أبو أمامة ومتاع أروح بيه وين رجعوهم يضربوا القرطاس هذا حتى نحزوا السلاح متاعهم ويطيشوا هذو ماليش عابيتيشو دوي نوفمبر لم يقتصر على منطقة الأوراس بل وصل صداه أقصى الشرق الجزائري كما غربه وجنوبه وشماله وإن اختلف التواريخ بدء العمليات العسكرية للمجاهدين من منطقة الأخرى إلى أن استهداف المصالح الاستعمارية لم يتوقف هنا بعزاب في سكيكدا حيث كان ولا يزال المجاهد أحمد هبهوب أحد أهم من تبقى من إطارات الولايات التاريخية الثانية الشمال القسنطيني يتردد أحيانا المجاهد هبهوب في سرد ما ظار في كواليس القيادة أنذاك بشأن بدء العمل المسلح المنظم لكنه أفصح عن جزء هام يمكن أن يكون نقطة انطلاق للمؤرخين والباحثين اللي خلى عزبة تعيش هذه المرحلة المد والزاجر هو علي منجلي نعم هو علي منجلي اللي كان معارض هو مركزي كان معارض دوس هو مركزي معارض للمقاومة المشكلة انتعلوا لي وقالوا يجمعتوا وقتلوهم وقتلوهم لعب اختصار باك يدوهم وقتلوهم وقتلوهم فقا هو جاووا كان على بل وبي محضر روحوا في الدار كي يجاو كي يشافهم جاوهم ليه بشي يلقفوه تخلي خريج في حل طايش روحوا من البلافو تخلي في دار خليف ولعب اخرش من المهم عنده الظهر كنجح اللولاء هذه ما كانش يخلج جاو 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 تحرير قلت في يعني في كتابتي قلت لدوش خذله علي منجلي ما خذتش عزبة الشعب تعزبة خاطئ الشعب ما لبلوش هذا سر كان عنده قيادات الشي اللي عشت و الوقت هذا ك الجماعة كانوا خايفين خوف جوبالا كان جبال ما فيش نقاش في مصير مصير الأمة ما فيش نقاش تبع وسكت انا حنا قداش نكمن سنة والشعب الجزائي يناظب يحضر في هذي يحضر بشارانسة تعطيله تعطيله الاستقلال بلاش هذا مستحيل احنا ما عداش سلاح وين عمل مسلم احنا شريكان يرافق العمل السياسي هو تخريب 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 الأعميدة انتع الهاتف انتع الكهرباء المهم خلق مشكلة للفرنسيين مشكلة الاقتصاد على فرنسا حتى بشوية بشوية وين انطلقنا جي جدا قبل مؤتمر الزمان بعد يما ما جاء بنعوده وشون سنة؟ هرباء خمسة خمسة خمسين بداية خمسة خمسة القمسة اييييييه شوف هده انى ينغذر لك عليه لم جاهل بولويكا هذا يهارب بالجيش دياله وكيه منع القليل منهم منع القليل مالاش بنا علي انحنا وحنا نجيبيو الغنائيا وحيدينا وانا لو بولويكا يا بولويكا وين هارب تحكم في ربي وتخرج بالضرب بولويكا يا بولويكا وليه يا نهرب وتحكم في ربي وتخرج بالضرب ولاد عسكر يا ولاد عسكر يا ولاد عسكر ولاد عسكر يا الأحرار يا الأحرار وجوكم مجاهدين حقنا لانتصار بأعالي جبال البابور الممتدة إلى جيجل ومن عمق غابة يرجان إلى أعالي الداموس مشاوى بمديني أو ما يعرف حاليا بالدرع هنا كان مقر قيادة الولاية التاريخية الثانية منذ 1956 وإلى مطلع سنة 1959 بوسيف أولاد عسكر حاليا ولولا هذا المعلم التاريخي لكانت طيانسيان ولبقي اقتران اسم الولاية الثانية الشمال القسنطيني بولايته قسنطينة واسكيك دون غيرهما أما الحقيقة فتشهد بالمعارك الطاحنة التي جرت في هذه المنطقة والتي كلفت المستعمر الفرنسي الكثير أنا في دارنا النهار هذك ما كنتش معهم هذك النهار صار يعني حرب كبير كوبتيرات تيير هذا هذا اللي كنت أنا معاه هذا بولويكا الله يرحمه أنا في ديكوت كورت برمسيول دارنا هو جهر معدواد هذا هو والجنود نتاعوا سب كلهم التيير كوبتيرات المهمة هذك النهار يعني دي ستشهدوا بزيف وفي هدى موشاون تيير هبتتت عليهم بلابال هذك البومب هذك تعالي يدي الحرك كي يضرب البومب هذك الدنيا كامل تشعل هما يضربوا من تحت وهم فرنسا من فوق بالتيير هما غلبواهم بالتيير ماتوا جونود تشهدوا ومات العسكر تاعة فرنسا دلوك نهار كامر من الصباح قول من الفاجر حتى العشية جس طيارة هذي تضرب تما تحرك في الديار تضرب في الشعب والمشاهدين هذو في الجبل هذا وما يضربوا من تحت ويتضرب من فوق طيحوها كي شعلت فيها النار راحت طول راحت هذه الباسة يقولها أولاد عربي تحت تم واذاك البيلوت اللي يسوق فيها أو لي راك بحدها طح في هذو أولاد خالد وزاد هكذا ومقول لك معرفة شعب وزادوا طيحوه هذي تحت في هذا الزين عندنا بعد أولاد عسكر هذا زادوا طيحو الطيارة هذي تم رمضان خنوف واحد من ضباط جيش التحرير بالمنطقة يشهد الكثير ببطولاته وشجاعته إبان الثورة ما جعله فارس المجاهد فاطمة العايب التي تزوجته في معاقل المجاهدين بمنطقة أولاد عسكر خنوف رمضان هذا هو زوجك هو زوجك هو قروب كوماندو وما في 12 أو 15 مجاهد وهذا قروب كوماندو باش نفاهمك كيفاها هذو مديرين سبسياني بعتهم للضرب للعسكر تم هذو فلون طيين فهمت هذا خنوف رمضان العسكر دايما يشارشي عليه تم يقول لهم غير نشوف هذا خنوف ما يش بيع بالنقمة يقول لهم رمضان أنا وفي الجبل على بال ويعرفني خدمت حتيان معهم خدمت حتيان معهم في قروب كوماندو هذا وأنا نعرفه يعني إنسان مخلص مجاهد سيجوع ما شاء الله خطبني زوجنا عام رمضان لم يشأ الحديث عن بعض أهم عملياته العسكرية إلا بالوقوف على أماكن تنفيذها المنطقة هذه كانت فيها الولاية الثانية من الستة وخمسين ثلث منية وخمسين ما قرت على القيادة ما قرت على القيادة في هذا المكان هذا التحل كان بن طبال كان عليه كافي كان بوب نيدر كان سيل حسين رويبة هذو اللي كانوا هنا في هذا المنطقة هذه الولاية كانت هنا عندها جيش خاص بها العسا ولا الكلش احنا كنا نمشي ونعملو ما يبعتوكم بجوال يحد اخرى ما يبعتوناها كل سيكتوب يجيها كلها هذي هي المثالات احنا يا هذي قلناها كانت ما قرر الولاية الثانية والعسا انتها هك تشوف في شبل هرها كل فوق روشي هذي كيال العسا تحكم الاتمانية الحزام هذيك تالبو كل الحزر عديك سكان منطقة اولاد عسكر وبالرغم من احتضانها مقر الولاية التاريخية الثانية يشكون تهميشها من سجلات التاريخ وحتى الحاضر لانعدام تهيئة واهتمام يلقان بما قدمته من تضحيات ما كانش حاجة اللي تصدر يعني لأن الناس هذا المكان هذا صح كانوا ماليها محصدين محصدين هذا المقر هذا وكان مبعيش على المقرب تعالى القيادة العسكرية تعالى فرنسا ومع هذا اللي تكتشفها بيكون الناس ها النساء ها ولا رجال ها ولا كشيوخ ها كانوا كانوا مجاهدين باش جزيهم الناس هذو كيما هذو جزيهم بتنية بهايكل اللي تدل اللي تعطيها هذا المكان المكان هذي تاريخ ما كاشف وشي اللي جاوا داروا داروا حال هيكل بالحجر بالاخر حطوا الاسمال بعد المجاهدين مجاهدين خلاوا عقدك الاقليبريو سونتر عن سونتر او مركز للراحة لمجاهدين ومكتبة مكتبة تضم الواتيق الرسمية اللي خاصة بالولايات التالية وتكون مكتبة مرجعية معناها تطلعها بيجوا يبحثوا هنا ويجي كل هذا يعني اقل شي بلا ما ننظر الى الجانب الاجتماعي تعال الناس المليئة المساكن فيها وعلى الطرقات وعلى الهيئة القاعدية الأساسية لحياة لها تهميش المنطقة لم يستثن ابطالها ايضا فالمجاهد الصادق مخبي يشكو حرمانه من الاستفادة من سكن ويقول انه يعيش مشردا من مكان لاخر ولا سبيل له غير الإيجار مخبي ويقول انه يحضر في جبال في كل حاجة لن يملاها وانا عندي استقلاع وكاري الكروة خادم الطرقات ويقول لك لك كيف حتى 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 مخبي 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 من الطيارة من العسكر ويستكل لم يستفيد حتى في أي حاجة حظم الطرقات ويقول مرميين دي واصل هونجول واصل دي ما واصل دي ما واصل شوكاعة مرميين لا التاريخ ما بدلها شحكها تاريخ فمت البلاثة هديك راهو كأنه كانوا دمبوليها قمية ما عندها شحك تماما في أي حاجة في الساكن ولا في المعيشة ولا في الطورة التاريخ هدو عميل باش تخدمتها در حفر ويقول طلعت ما علي من زغدود علي من زغدود هذا كان دواحك بالدنيا هدي جمل ودوا كروشة هذا كروشة السلسلة ما بيننا وبين الكبير ديرنا رواحينا استمحنا في رواحينا يجبنا نديرنا نديرنا بسكاب وانتي ما عندك شربك حاله ولا عندك كي يطيح كي يطيح الكوراج الكوراج وشخصية بكري مليحة أدرك ما عندك ما نقول لكم بكري مليحة مليحة وعندهم شخصية سموا عندهم كرم سموا عندهم كذا كالاخره يلعب في لعبو العودة بذكريات المجاهد إلى الوراء هنا بمدينة العنصر أين تمكن رفقة المجاهد الراحل مسعود ديدي من الدخول إليها والقضاء على ما يقارب العشرين من جنود المحتل الفرنسي وعرابي هذة الفلاشة هذه هكتشوف الفلاش جابي لكريتات والوزان دايرين به قالوا ربا تخش الفلاشة كيمة هذي يحب لك إذ مول كل إنسان عنده شوية في الدماغ ليما تحطيناها تحت البلايز والبلايز بالكفاءة ترميناها ويجينا هنا جينا من هنا ويجينا لها وفايل بروك بها نعديه في الورد جاريتات مقابلة ناكل عديت من العساكري من البريار سالية الرافال عايت في البريار صاحبي كان ثمانيم تكي القريطة قريطة طال عسكر الوقت تكي ما عارف دهر له المسالة راح عتمر قولها كيف ويتكه فيهم برافال نخرجها من البلادية طول نخرج كيمة دردر هذة كدشت العسكر يعمل بطير مع الواد هذة ووجهة جاهزة نحط فيهم حروق العملية كيف ينحك كنا رايح نكسل واحدة كتن دهروا 12 هذة اللي متوا بخلاف لبليس هي عملية خير منا من الأخرى شخصا fifu تعاليد vorne تعاليدون تعاليدون واحد students يعاليدون العلمان أما أضعهم يغيث أن يكون دخول الدرس أيضا في الناس يتوفر لهدئ أيضا في الناس يتوفر لهدئ Crystal واذاكي تحبيني ساغل لن يرسد المعاونة التون ميقف ذاك ليتشفاما واذي ينحفن اشحالي في الدنيا غليه اذا منزلن ذي سفن يوفادا فريدي ثلليني ثاكما تذيوات مثن ان ياسورد تسيليين كارثة واذي يموتن فوتساس ينغاثل مان يموت دا غريفة وحوص افي خفيس واذي يمسامان اما ضوما دي حوص الفارق ماذا انهم انهم واذا يموتن واذا يستطيعون ايضا ايضا واذا يموتن واذا يتجنون انهم يموتن اذا كانوا يموتن الى منطقة القبائل او الولاية التاريخية الثالثة هذه المنطقة التي انجبت عشرة اطارات كانوا اعضاء في المجلس الوطني للثورة اربعة منهم تولوا قيادة المنطقة على رأسهم كريم بالقاسم بالقاسم هذا المجاهد القائد الرمز الذي قيل عنه الكثير ويحاول اليوم الكثير أن يطعن في صدقية نضاله لأنهم يخلطون بين الاختلاف الإديولوجي والواجب الوطني لهذا الرجل وما لغز مقتله بعد الاستقلال إلا دليل على محاولة تمس حقيقته النضالية لكن التاريخ يحفظ ذكراه وهذا المكان شاهد على ميلاده وبطولاته لم يكن هناك خلاف في وجه تنظر باركلي كان بيناتهم لأنهم قبل 1954 ويحفظوا الثورة لأنهم قبل 1954 ويحفظوا الثورة نحن في بلد قبائل في 1954 كريم بالقاسم والكامبانيون تاوغا كان لديهم plus de 1800 солدات انتريني, بريباري وارمي نقول لك العمل الثوري هنا في منطقة القبائل بدأ سبع سنين ولا ثمان سنين مقبل اندلاع الثورة كانوا مسلحين مدربين مسلحين يديروكم ما يحبو ما يكونش المستقبل مقبل الماضي لازم الماضي باش نحق المستقبل الثوار ما كاش حتخله في بين الثوار واشن لعدو كيروح ما يخلي الكشير العسل خلونا البوازون فرنسانا خلونا البوازون كما جاءت كلا تفعوك حنا كنا 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 سوار في الجبل قولوا حنا نموتو ميت جيل الجيل يعيش حنا كنا سوار 20 يار نديز نفق مياه عندا لكل مالا حنا ما عندا حتى مقسود حتى نموت كان اللي مت ولا حياتي لازم حضرنا في ولادنا يهربون يأخذون ما اسم الحرقة دمتع شهدها مايروحوش باطل راهم يلعبوا بالدمتع شهدها راهم يسرقوا بالدمتع شهدها المقصود انتانى على المسيون انتانى سي لا فرانس دبن ملويسان ثرنت ولينا لزيسكلا في بلدنا نضو حمدولي لها رجال راكشو فيهم هنا الـ 22 لا رسپونساب الداو الثورة بالمقوحة لتعصية بالليمات خلاص حمدولي لها البلدنا انديبندون ولا تبرسكم لا جيلا يفيدكم حنا خلاص لا عندنا ولا مليحة مليحة درنا الوجب انتعنا الوجب انتعنا الوجب هاي راكشو اللي فوتو ما بقحتة واحد ذروك ينظم القبرة من القبرة يجي يروح المارسي كما في مختلف انحاء الجزائر تستوقف كمقابر الشهداء التي تضم رفاة من دفعوا حياتهم فداء لحرية هذا الوطن في معارك كانت فيها ارادتهم وكبرياءهم تعادل طائرات ودبابات المستعمر الفرنسي انذاك كاين ثلاثة وثمانين شاهد مدفونين هنا صارت في عمري كان تسع سنين كانت أنا وعمتي رحنا من هذ الدشرة هذي علالة رحنا للربط هربنا بارسكو هنا كاين عسكر فرنسي هنا بزاف وهربنا منه رحنا لهيكا كنا نشاهدو كما صارت المعركة هنا اخترت نشوفو النار تمشي تجري وبعد هذيك النار هذيك ماشي وهي واحد هالي رح يتمشي حكمت في رجل مجاهد في قشو في صدروخاتش كان فرنسا تضرب نابالم بواحد غازا هكذا كي يشعل تحكم في رجل ورجل يجري يشوف وين يطف وين يدير الرغم الحديث عن ثورة الفاتح من نظامبر أربعة وخمسين بعد كل هذه المدة الثورة التي كانت ولا تزال المثال الأنموذج لثورات التحرر في العالم أجمع يجعل منها حديث الأجيال التي تلقت تفاصيلها في كتب تاريخ تغاضت عن الكثير من الحقائق سهوا وأحيانا عن قصد تاريخ تعلمناه عبر مقررات البرنامج التربوي الذي رسخ في أذهاننا بطولات وأمجاد من صنعوا هذه الثورة وخاضوها وضحوا بأنفسهم وما يملكون فداء لنجاحها كل هذا تم ترسيخه فعلا لكن اليوم بعد ستين سنة من اندلاعها ألم يحن الوقت بعد للكشف عن خبايا ما تبقى من أسرار هذه الثورة أزل وقتها لماذا؟ لماذا؟ لماذا سيتمدى؟ لماذا سيتمدى؟ سواء المتروح؟ وينين؟ الجزائريين كل واحد هاتخشموا ويدرجها ألمسح يشميل وشركاية؟ تشاف خلا خطة خلي الشعب يمشي حنا بيش نبنيه دولة دولة عصرية دولة جزائرية كما هي موجودة في البهيان سنة وفامر لكل مرحلة سين رجالها قدموا خدماتك جليلة للوطن ولكن وصلوا الوقتي لازمنا نحضر الخلف ما خلوش بلادنا بعد يهلكوا بعضهم الأسرار عند من تكون؟ ما تكونش عند الجندي تكون عند المسؤول والكتب نتاوي هذو هما اللي مازالوا ما هضروش نشوفوا سياسين اللي عاشوا في الخارج وداروا كتاب وكتب وكذا والآخرية هذيك حاجات ما زال ما هوش أسرار رسمية لين هنا هناك كان أسرار انتعى الثورة ككل فيها أسرار كثيرة تقدر تدير فيتنا خطر كانوا الانتهازين اللي حبوا يشوفوا الثورة انتعى أربعة وخمسين كانوا عناصر اللي راهم مازالوا يراهم ضد الثورة هذي لكن البعض يظنوا أنهم أعطووا السر في المذكرة انتعهم أنا نقول لا لا ما كانش هذو من ناحية المجاهدين العسكريين اللي راهم داروا الوجه بتاعهم داروا المذكرة انتعهم كتبوها أنا ما نجيبش هنا انتقدوا لأنه حر قال قتلنا احنا نقوله بالليكاء إطارات تاع الثورة فيها مبالغة في المذكرة كي يقول لك احنا قتلنا في معركة قتلنا مئة عسكري ما كيش منها حديث الكواليس يضرب بشدة في ظهر تاريخ الثورة التحريرية ورجالاتها فالمتمعن في ملامح من تبقى من المجاهدين اليوم يقرأ نوعا من الأسى والشعور بالحزن على حال البلد وهم من كانوا يعتقدون أن التاريخ سينصفهم ليجدوا حالهم على قارعة التاريخ الحاضر وحتى المستقبل يحتفظون في داخلهم بأسرار يقولون بأنها ستكون صادمة لجيل الاستقلال والمهتمين بتاريخ الجزائر من جيل اليوم ورغم الحاحنة على البوح بها لأن الكثير من المجاهدين يرحلون في صمت حاملين تلك الحقائق والأسرار معهم غير أن حرصهم على استقرار البلاد وأمنها منعهم من ذلك نسمعها في التلفزيو والاحد يتكلم على الكتاب نتعاو لما جوريتي فيها مولا غير رفستي فرفستي كي ينسوا والتاريخ ومينساش آه شوف كل حاجات بن على حقيقتها بضلافيريتي مكسرافيريتي أشكون يخدم التاريخ لازم ليزي سوريا لازم يديو ساكوه دون ويطلعوا الجبل يحوشو يسقسوا والنساو يسقسوا والتاريخ مواش يروح نوتي للأتي ولا نوتي لسان جورجي يقسروا ذمان نحن كممثلين في الجماعيات كما يقولوا نديفوند الذاكرة الجزائرية نامري بيان المصالحة هادي تكون مصالحة مع التاريخ برسكو كان بزاف حقائق ما زال ما تنكشفوش كما مقتل كريم بالقاسم عبان رمضان وكينسي الحواس عميروش الله يرحمهم غا وبو ضيف نحن يحبينا سورتو حقائق مصالحة مع التاريخ كين نديرو مصالحة مع التاريخ تمك نقدروا نهضروا نقولوا باللي المصالحة الوطنية اللي درها عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس باللي ولت مصالحة شاملة راح الموتوا على وجوهنا ما نشوفوش بلادنا هادي بومبا بومبا بخليتنا بولادا خليتنا بقنبلة ولأن التاريخ مرآة الأمم يعكس ماضيها ويترجم حاضرها لتستلهم الأجيال من خلاله مستقبلها وجب على من ينعمون اليوم بكراسي المسئولية والحكم في الجزائر أن يولوا اهتماما بمن تبقى من المجاهدين الذين يعدون على الأصابع على المهتمين بالتاريخ يصلون إليهم لينقلوا عنهم الحقائق والوقائع التاريخية نقلا صحيحا لتصحيح ما يمكن تصحيحه من تاريخ الجزائر هبائي على اليهباء ويليا يبعد فلا لهلينا شكرا للمشاهدة